وللمزيد من المتابعة حول فعالات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية يعني ضعنا في تفاصيل المهرجان وكيف هو حجم الإقبال عليه من قبل مصريين وجنسيات أخرى تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذا المهرجان لقى إقبالا كبيرا وزخما كبيرا من المصريين والإخوة العرب خصوصا في الأيام الخاصة بالحفلات الغنائية والحفلات الموسيقية نتحدث اليوم عن إقبال كبير جدا على عدد من الحفلات الحفلة الرئيسية والأساسية اليوم للموسيقار العالمي عمر خيرت ويليه أيضا هذا الحفل الموسيقي سيكون على المسرحة الكبيرة على الكورنيش الخاص بالعالمين الجديدة أمام أبراج وعلى الناحية الأخرى في منطقة الاستيج أو الأرينة الخاصة بالعالمين الجديدة أو المهرجان الخاص بالعالمين الجديدة الحفلتان الهمتان اليوم بالفنانة كارل سماحة والفنان بهاء سلطان فبدأت بالفعل الوفود للوصول للعالمين الجديدة منذ أمس أعداد كبيرة جدا وصلت إلى هنا امتلأت الفنادق بالفعل سواء الأبراج الخاصة بالعالمين الجديدة أو غيرها من الفنادق المجاورة في العالمين الجديدة أيضا بدأت الاستعادات اللوجستية منذ أمس وما زالت مستمرة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة التأمينات القوات الشرطية بالفعل موجودة متواجدة في الشوارع أيضا توجيهات من الشركة المتحدة وأيضا منظمين للحفل بالزوار أو الذين سيحضرون هذه الحفلات بالالتزام بالأماكن المخصصة للدخول والخروج من الحفلات حفاظا على أمنهم وأيضا بالإضافة لذلك الكورنيش المتواجد به أن الآن يستعد بشكل كبير إما عن طريق الجراجات الخاصة لاستقبال السيارات واستقبال أيضا العائلات ومن لم يستطع أن يدخل إلى الحفل أو يستطيع أن يحجز التزاكر الخاص به يستطيع أن يتواجد داخل الكورنيش ويشاهد هذه الحفلات عن طريق الشاشات الأملاقة الكبيرة وهم شاشتين متواجدين بالفعل داخل الكورنيش لذلك على قضم وصاق كل يعمل هنا في العالمين الجديدة لاستقبال هذه الحفلات بالإضافة لغدا والذي سيبدأ فيه أيضا بعض البطولات الشاطئية الخاصة بالمدينة العالمين الجديدة منها السباق الثلافي للدراجات والسباحة والرقد وسنتابع بالطبع على مدار اليوم وعلى مدار هذين اليومين هذه الفعاليات المتنوعة أشكرا جزيلا شكرا كريم بابرسا موفد التلفزيون المصري إلى العالمين الجديدة